حبايبي اهلا بكم في الجزء الثاني من الاسئلة وان شاء الله يعني عايزكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعمل لايك للفيديو لايك للفيديو مهم او يا جماعة عشان الفيديو بتاعنا ينتشر لاكتر ناس اشكركم على اهتمامكم استعد بقى للجزء الثاني والاسئلة احلى عصفير قناعة اسمها احلى عصفير افضل محترفين من وجهة نظري يعني افضل محترفين انا يعني من سنتين كده كنت بحب كوفي المصري كان في الزمالك والمصري بصراحة كان شاي للدفاع سواء في الزمالك فترتين موسمين ومع نادر مصري اه اجايز السنة السنة القبل الفاتت دي كان من افضل المحترفين الفترة دي من شاركي من افضل المحترفين طبعا معلول هو الافضل يعني معلول هو الافضل بالشاركي الفترة دي كويس معلول فيه ومستوى نزل بس غصبا عنه اللي جنبي بيتغير على طول اللي قدامه بيتغير على طول بعدين كان عامل دوتو مع رمضان صبحي رمضان صبحي اختفى فاكيد ده لعيب الكورة احنا الكورة بتلعبش تنس او اختراق ضحية بتجري لوحدك لازم تقرص على نفسك عشان تكسب لا الكورة لازم اللي حواليك ده انا ممكن اباص الواحد واتحرك صح الواحد ده ما يشوفنيش اصلا وممكن اباص الواحد تاني واتحرك صح هلاقيه حتطالي في التوقيت اللي انا عايزه اقدر اجيب جون فالهدف اللي انا سجلته ده مش انا اللي سجلته هو الراجل شافني وبصالي كويس فالكورة بتاعتمد على اللي حواليك المجموعة عبدو رشاد بيقول لي انخفاض مستوى اجاييه لسه بنتكلم لعب الاهلي انا قلت قبل كده تقريبا لأسد وهرد عليك برضو عبدو رشاد ان اللاعب المحترف او اللاعب المحترف لما بيجي بيخش على منظومة ويلقي ما فيش حد بيهتم ما فيش حد بيشده ما فيش حد بيجتمع النهاردة الدولات الاوروبية كلها انجلترا فرنسا المانيا اسبانيا كله كله المانيا اللاعب المحترف لما بي مستوى بينزل ما بيستنوش بيجيبوا الوكيل ويقعد معا ايه انت اللي مخلي مستوى كده بيشدوه حتى لو مطلعوش بفايدة من الاعادة دي الفايدة الاكبر انهم هزوه ادلوا اشارة ان احنا مفتحين عينينا عليك ارجع لمستواك يلا هنعمل لك مشاكل انما انا لما لعب في فرقة وجاي بملايين الملايين والعب ماتش وحش ما فيش حد يتكلمني ولاقي نفسي بلعب اساسي بلعب اساسي بلعب اساسي بقى خلاص عمري ما هزيد لما لما حد يحرقني انا هتحرق ابو محمد بيقول ان نظرية المؤامرة على الزمالك بقالها سنين طويلة بيقولوا ان في مؤامرة على الزمالك برافو عليك حجة البليد طبعا اما بتكلمش على الزمالك او الاهل اللي هو عايش في دور المظلوم يا جماعة يعني انا كتير اه انا بقالي 11 سنة كمدير فني رؤساء اللي عنديل انا مره انت عنديتم وكده لما بيشوف شغلي انت لازم تمسك منتخب شباب انت لازم تمسك نادي كبير هم زعلين انا مزعلين انا اقول للا بص الفرص هتيجي اما حاجة الفرص لما تيجي انا مستعدلها ازاي لما انا عمر ما اقول ان انا مظلوم وما خدتش حقي اللي بيقول مظلوم وما خدتش حقي ده ويعيش في دور المظلوم انا ما بيحبش الجودة سواء نادي او لاعب او مدرب النادي ما اقولش البطولة بطولة هبقى مظلوم في بطولة بطولات النادي الترام خد بطولات النادي الاولمبي خد بطولات بطولة ولا بطولتين راحوا فين بعد كده الاهلي هو اللي بطلهم الاهلي هو اللي قفل عنديتهم لا النادي الزمالك لسه من اربع خمسين واخد دوري وكاس وصوبر تلات بطولات عشان كان عامل فرق كويس ما استمرش ليه ما استمرش عشان غير سبعتاشر لاعب سبعتاشر لاعب من الفريق المسلم بعد كده غيرهم ايام كمان مرتدى منصور وجاب سبعتاشر لاعب تانين ما اخدوش حاجة سنة لبعدها ما ينفعش تغير في الكورة ما ينفعش تغير سبعتاشر لاعب في القيمة وعيس تستمر يتاخد البطولة لفربون لما اخدوا البطولات اللي في بطولة اوروبا غيروا تنين لعيبة غيروا تنين لعيبة واللي تنين لعيبة مش اساسين بينزلوا احتياطي كيتا ملماء عبد الرشاد بيقول للاهل محتاج حارس تاني اه طبعا انا شايف ان الشناوي الواحد والشناوي ممكن يجي له عرض قوي جدا لنادي الاهلي يساعد نادي الاهلي على المصاريف ويسيبه ومكسب لمصر لو الشناوي يطلع برة او الشناوي وجوده لو قدر الله فيه اصابة هتلاقي علي رطفي بيلعب وكل النادي الاهلي حاطت ايده على قلبه لعلي لعلي رطفي اتصابت لان مصطفى شوبير اولا مصطفى شوبير سنو صغر قوي فانه ما يطلعوش موليد تسعة وتسعين ما يطلعوش موليد سبعة وتسعين فوق يطلعو مصطفى شوبير يعني مش عارف هل مصطفى شوبير ليه وسطة انا بتحك طبعا اكيد ليه وسطة احمد شوبير فانه يصعدوا حارس مرمة تحت تمنتاشر ويسيبوا اللي تحت عشرين وتحت اثنين وعشرين ما يصعدوهمش لأ فيها انة يعني فالنادي الاهلي لا محتاج حارس تالت يبقى معاه اللي النادي الاهلي بيشترك في السنة الواحدة في اربع خمس بطولات اه محمد بيقول لي مروان يستحك الوجود بالاهلي اه وايه رأيك في الخطيب الفترة بتاعت الخطيب سيئة جدا ولا محمود طاهر كانت كويسة انا في الادارة ما عرفش انا وانت محمد عايزين نعرف الخطيب في الادارة النادي كويس ولا الاهلي لازم نبقى اعضاء في نادي الاهلي بروح النادي الاهلي كل يوم هو ده اللي همنا احنا كاعضاء لكن ككورة النادي الاهلي بياخد بطولات خد السنة اللي فاتت بطولة الدوري واخد البطولات وماشي كويس مع رئيس النادي انا معرفش بقى موضوع محمود طهري والخطيب نهون افضل دي انا معرفهاش مران يستحق كل وجود بالاهلي دور على مهاجم في مصر كده دور على مهاجم يصلح يلعب في مصر مصري مفيش بالنتاج مصطفى محمد يقول احسن مهاجم وعنده ناقص حاجات كديرة مصطفى محمد للأسف لكن بيقولوا على ان شاء الله مين طيب ييجي مكانه مين ييجي تاني مكان مروان من مصر مش هتلاق ميسي وبرشلو انا طبعا عارف يا محمد انا بتابع الدورة الانجليزية كدراسة اللي بتابع كويس بتابع المباريات بتشوف مسوا الفرق حاجات بتفيدني انا فنيا كمصطفى وانا شايف ان يعني ميسي ان يمشي ويجد دي حاجة لي كويسة يروح بروح جديدة بنشاط جديد عمره في الملعب هيطول شوية عشان يبقى عنده احلام جديدة مع النادي اللي هيروحه وانا شايف ان مانشستر سيتي اكيد محتاجينه فالافضل ان يمشي بكر مصطفى بيقول كسة كهرباء مع الزمالك ورأي في اتحاد الكورة والله يا بكر عايز اقولك على حاجة كسة كهرباء مع الزمالك هي ده نظام الاندياة في مصر انت عايز سيبنة ما تروحش الاهل والاهل كزي انت عايز سيبنة لا ما تروحش الزمالك يبقى اخي انت مش عايزه ما لكش داعه بقى هو الموضوع ده لو من زمان عادي كان الامور هتبقى عادية زي بنشوف العيب في المقصة بيروح لسموحها واللعيب من سموحها بيروح الانتاج عادي يعني لكن هو من زمان حتة العند ما بين والصفقة دي نجحت والراجل ده كان في الزمالك ما بيلعبش جاء عندنا بقى نجم النجوم شفت بقى اللعيب ده ما بيحب كان في الزمالك وابن الزمالك خدنا الاهل احنا شاطرين ان لو هم بيقدروا يحافظوا على ولادهم يعني ايه فيها كده عند كده يعني مسخة يعني موضوع مسخ كهرباء الراجل مش عايز يجدد معك وعايز يلعب في حتة تانية امشي يا كهرباء مع السلام انما بقى تطلع ويتجيب له صور مع واحدة في خمارة ولا واحدة في كازينول يعني شغل اللي تأدب يعني اتحد الكورة اتحد الكورة انا اختبرته الاختبار الوحيد لما هياخدوا قرار في مدرب جديد مش عارفين ياخدوا قرار في مدرب جديد وقعدوا عشرين سنة عشان يختاروا مدير فني دي برضو يعني حسيت انه هما ما عندهمش اي خبرات شكرا وده قز والسنون